نختم صباح اليوم مع لمسة كوميديا سوداء لما منضحك على واجعنا لما منبتسم على شيء مفروض نبكي عليه هي من إحدى الكوميديات ببلدنا لقليل جدا ولكنها كتير حقيقة كتير جريئة كتير قوية كتير شاطرة كتير تعرف تحط الأصبع على الجرح عم بحكي عن شادن فقيه أهلا وسهلا فيك هاي كيف فيك ماشي الحال تمام تمام شادن مين أكتر شيء بقليك خففة يعني عم بحضرك أوقات بقول لا 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 عم بتعلّد دوز كثير السلطات والأهل وأمك وماما وبابا يعني كرميل لأنه خوف عليك أنه البلد لأنه فلتين وأنه في شبيحة من كل الميلات يعني وظهران كل الميلات فأنتبهي على شو بتحكي ويخاف شوي يعني طب أنت بتخاف شادن البيني وبينك يعني أنت لما بتظهري أوقات هل تعرضت لتهديد لأنه أوقات بتسمي زعمة بأسماء ونعرف فيه كم زعيم إذا بتسميمت كأنه سبيتي لهم يعني عرفت كيف مستعدين يقتلوا قتيل لحتى ما تقرب عليهم يعني من المؤدسات المحرمات من المحرمات ما هو إذا عاد إذا بتسبب الله عادة بس إذا الزعيم طبعا أكيد تعرضت لتهديد أنه طبعا يعني فيه تهديدات بتصير يعني وهلأ مثلا هيدول جنود الراب ما بعرف إذا شفتيهون ما عرف اسمعت فيهم بس شو هيده هلأ على قصة قرار وزير الداخلية للمثليين ونطلع في فوعة أهل بيروت انتفضوا نسيوا إنه مثلا قرارتوهن وهيكي انتفضوا إنه الشزوز وما بعرف شو وفي من الميلة تانية مجموعة كمان مجموعة السحناوة اللي هن شبيحة يعني كمان هددوا هيكي وعم بيهددوا يعني ما بتفرؤ معك؟ كيف ما بتفرؤ إنه بتأثر هيك تهديدات يعني الزعران بس بتأثر ما بتخليك تقولي بدي خفف شوي؟ يعني بمحلات بدي الواحد يكون يليقي أنسب طريقة لأنه أنا إذا رحت فيها بطل بفيد يعني سو بدي لقي أنسب طريقة أحكي بس ما فينا ما نحكي خصيصا نقلق بها الفترة هيد الفترة أنا بنظر الدولي عم ترجع السلطات هي الفاشلة كلها عم ترجع هلأ من بعد ما كسبت شرعيتها ترجع بعد ده تفرد قوتا لاتمارس دورة القمعية وهايبتها وهيك قمعية وهذا من خلال المحاكمات تعمل الصحفيين الفنانين لقمع الحريات قمع النقت قمع هذا الشيء تتبلش تفرد وهرته وبطل ما منشوف بكل التاريخ أول الناس اللي بتتعرض لها ه platinum Thanks again هم الجنبان 물러나 لها دولة يعني هي دولة اليوم Hence تروح تلم لزعيطر لأنه متهم بالبور ما فيها تلم العالم تعو الأكر اللي عمله ما فيها تلم شي ما فيها تعمل شي ما فيها تاوم بنزين ما فيها تعمل خطة اقتصادية دولة فشلة فكيف بطر ترجى لهالناس انه هي دولة قوية بتهجم على المستضع فين وعلى الفئات المهمش الليل هن مجتمع المي المثليين وهيكي تشغم على الصحفيين على فنانين على هذا على كل الفئة أمتا أخذت القرار شهادا قلت أنا لن أسكت بعد اليوم وراح روح للأخير هو قرار أخذتي بلحظة ما مين أمتا كانت هاللحظة أنا وقت طلعت من بطن أمي أنت طلعت متمردة من بطن يعني من الأول بحكي يعني نحن ببيتنا أصلا تربينا على يعني كانوا أهلنا يعلمونا أنه ما كانش يعني كان في الأصاصات أنه لأنه أنا قلت هيك بس بنفس الوقت كان في أنه لأ بدي لأ أنا إلي لفسري إلي فأي أنه السلطات يعني ما بتقبل بحيالة السلطة تجي بدلا ما تفهم ليش عم تمارس السلطة عليك يعني أنت وعيتي بفترة ما شفت أنه يعني مثل كثير من الشباب ومسلا بتحس وعينا على أحلام فجأة لقينا أنه لأ نحن ما في أمل للأحلام هنا هلأ هلأ صار مش بس أنه أنا من قبل عم بحكي بس هلأ صار في إذا بدك آهر أكتر غضب أكتر على الواقع يعني اللي هو عن جد مثل ما عم تقولي أنا ما فيش بقى أمل يعني ما فيش مستقبل ما فيش ما فيش يعني قديتك بتعتبر حالك اليوم مؤثرة يعني عم تقليلي هلأ ما بقفيني وقف بس قدي بتعتبر كف النيني اليوم عم بتأسر بالنس أو قتليس شو عم تفشيلنا خلقنا من جهة وأنا من جهتي يعني عم بتحدى يعني عم نتحدى عم نوقف وجون لهود الناس يعني اليوم الشارع بعد ما تحرك وأنا بنظر الشارع بضيفة قريبا ما في مهرب من هيدا الموضوع وكلنا عنا من بعد كل اللي صار كلنا عنا غضب وقهر وهيدا ما طلع وجواتنا برغم كل شي بعد ما طلع ما طلع يعني من بعد أربع قاب عشني كله كل إنسان عاش هيدا الشي لحاله كلنا فتنا باكتئاب صحيح رجعنا اللي تأزى واللي ما تأزى اللي تأزى واللي ما تأزى كلنا 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 ومن بعد تطرينا نكمل بها الحياة لأنه ما في كياب تتلحق لكياب تكملي بس ما يعني إنه هيدا الغضب والقهر راح هذا موجود يوميا وخاصة إنه موصلنا لحقيقة ولا وعن بيطربشوا الموضوع وبيترشحوا واليوم هني بقالب اللجنات اللي ألفوها بقالب لجنة العدل يعني تخيل وقحنة ومين أنا تخيل إنه غازي زعيدر ما عندوش نقطة صعودة على سجله وأنا أنا مجرمي أعتبر هلأ أنا لأنه حكمت بالمحكم العسكرية يعني أنت كنا عم بسألك قبل شوي أسرتي أكيد أسرتي لأوصل لهالموضوع لأنه انطلبت للمحاكمة وبيدي أحكي على الموضوع والله العزيم ممثلة القضية تعقول النيابة العامة هيدا ما عرف إذا هيدا بيضبون علي أولا خففت أبروة ما حكت بولا محاكمة يعني بيجوا بس بالآخر بيسألوها إنه شو رأي إنه شو تقول للمحكمة شو الحكم يعني وبتقلن ما حكت شي خلال ما سألت حدا ولا سؤال والله العزيم بس لما إجا دورة وعيت ما فيش شي تاني يعني حاطين حطاطي وبقلب المحاكمة مين حطت حطاطك أولك؟ النيابة العامة والسلطات يعني هلا مش بس حطاط حطاط الكل عميش كي حيالله حدا عم يحكي وما عم بيخاف يحكي يعني عم قلك ما يعني ما حكي مسألة ولا سؤالها حيالله محكومة عليه غير وقتها أنا دورة وحتى كانت عم نتجر يعني إجت قالت خلية نشوف كل الفيديوهاتي يعني ما كان هي مسألة هيدا الفيديو كم قضية رفعت عليك؟ لا هلأ بس هيدا قطح وزم قطح وزم بعد ما نرفع من هيك عم قلك أنه هن رفعوا هيدا القضية لأنه بيتبرؤنا سألوك وهيك وسألوني أسئلة أنه ليش دقيت قلت لهم بكل وضوح أنت دقيت لقوى الأمن وقلت وصورت وقلت لهم أنه جتني بس صارت ساعة بعد الخمسة إذا ممكن حدا يدبر لنا هيدا الفيديوهات أما كان فينا منع التجول بوقتها؟ منع التجول كنا ثالث لوكداون ووزير الداخلية الشاطر وقتها إجاء الإجراءات وشو كانت الإجراءات الناجحة تعولوا أنه إذا بدك تالت لوكداون الإجراءات والإيلية تعول اللوكداون هي أنه بتدقوا للميو 12 إذا بدكوا نحير الله شيء أنت دقيت للميو 12 وأنا عم بنتقد هيدا الإجراءات عرفت كيف هنسألون أنه أنه عم تتمسخرة على أنا عم بنتقد إجراءات وزير الداخلية بعدين بيجي السؤال العظيم أنه أنت مش عم بتمسي بهبة المؤسسات الأمنية والقوى الأمنية والهودة قلت له أنا عمس بهيبته أنا وضحكتهم لأنه تخيل أنه أنا اللي عمس فيه قلت له الشيء الوحيد اللي عم يمس به هيدا قلت له أول شيء هون مبسطت كثير فيها قلت له إذا إذا الهيبة تعول هالمؤسسات وتعول الدولة بتنهز باتصال يعني هيدا هيبة ركيكة كانت هيك أول قصف ثاني قلت له أنه الوحيد اللي مؤثر به هايبة هو أنه في مذاكرات توقيف وبعد ما حدا من المؤسسات العسكرية الأمنية راح ضبهم للمجرمين اللي متهمين بتفجير البور هيدا اللي ميسس بالهايبة وقت اليوم ما فيش خبز هيدا اللي ميسس به هايبة الدولة وقت انفجان البور هيدا اللي ميسس به هايبة الأمن كله بلبنان كلهم فشلوا كلهم كلهم مؤسسات العسكرية اللي كانوا عارفين ضباط كبار فيها شو كان موجود بالبور ما حداش منهم ما كان عارف كلهم كانوا يعلمون يعني كانوا يعلمون وضباط بالجيش واللي هني مسؤولين عن أمننا يعني فلا مش أنا لمسات بالهايبة انتو فجرتونا فشلكم فجرنا طب هلأ هو كلتو وقفتك على السؤال وهالمسحة هلأ شو طول العرار فيك تدفعينش مليونين شي هيك مليون وثمانمية أعلى غرامة أعلى غرامة هاي أعلى غرامة حطيتها مبسطت أنه أنا أعلى علامة كنت يعني أعلى جرم لح تدفعيها قلت بتقولي ما بتفع دفعتها كتسمعتك مرة قلت مرة أدفع فرنجلت بس لأنه كيتبين لي عشرتية سوري يوم لكل عشرة آلاف ما بتفعها يعني كي بدون إذا ما ما دفعتون كم دقعت ستة شهر بالحبس آآ آآ بتفعلون إيها بقعت بره وبرجع بحكي وبحكي وبحكي إن شاء الله بدون يدفعوني عشرة مليون حضر اللي عم بحكي ما في شي راح يوقفك شادن يعني ما بتخافي تعافي نحنا بسلطة أكيد متحكمة مفترية إياما توقف ناس أبرياء ثوار مثلك بيحكوا كلمة الحق ما بيخافوا وقفوا ونلبسوا موضوع ونكبوا بالحبوسة ولهلأ في ناس فاتت ظلم ولهلأ ما عارفت تظهر بتخافي من توصل إلى هون لأنه يعني إياما راح شهده يعني أنا بنت النهار راح جبرانتويني وراح شهده كتير بهالبلد راحوا هيك قرفوا لأنه كان عبيحكوا بس لا شاركوا بحرب ولا قتلوا ولا فجروا الناس طولت السؤالة لا لا بس فهمت عليك لأنه هو وجه يعني أنه هاي حقيقة فيه 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 لا عدل بهالبلد أنا أنا بحس أنه هلأ في مرحلة أنا بعتبت هلأ هالمرحلة صعبة وكريتكل يعني هالمرحلة نحن بدنا ننتبه نضلنا عم نواجه لأنه نحن بهالمرحلة إذا ما ضلنا عم نحكي شوي شوي حنفوت بدولة كمبليتلي قمعية لأنه نحن بعد ما فاتنا بالانهيار الكامل بعد ما أخذنا الانهيار بعد ما أخذنا الانهيار بعد ما أخذنا بالجورة نازلين بعد أكيد نازلين نزول بعد فاليوم القمع اللي بدوا يصير تاها الدولة تضلق السلطة الفاشلة تضلق ماسكي هي من خلال القمع نعم وقمع الفئات المهمشة بيبالشوا باللوات وبالهودي بعدين أنا في يقول كلمة تلوتي لأنه أنا من جماعتهم سهول بس تنوضح أنه هاي استعمال الكلمة مش ما يحسوا بالكلمة مش الكلمة يستعملها لأنه بتستعمل بطريقة نيجاتيف يعني وانا يقولوا هلأ بيقول هاي ده مثلي يمتلعين على التفي يقولوا حضل مغرومة وحضل مصاحبة ومش هاترك قريبت أنه طلع قرارة على أساس أنه أنا دقيت له لصاحب قلت له ليكي بايبي وزير الداخلية إيش قال أنه ما فيه لوات وهي قالت تركت المهم أنا طالع ديني يعني من كل شي تخيل أنه بكل شي خبز ما فيش يعني ما فيه خبز هيدا هيدا قرار وزير الداخلية طب وحتالها مش كفر هيدا طب شادن اليوم ما فيه شي بوافك يعني ظاهر أنه ما فيه شي بوافك تحكي كنت عم بحضر لك آخر كم فيديو نازل أصف جو على الآخر خبريني هل هيدا شي عم بأثر على شغلك كوميدي يعني أنت اليوم من خلال يعني سفرك على كم بلد أو الستند أب كوميدي اللي بتعمليه عم بأثر ولا بالعكس الناس بتحبك أكتر نحنا منحبك أكتر فش الخلق أكيد مقلع 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 يعني الناس بدأت أسمع خطاب جديد بدأت أسمع أفكار جديدة وهذا الشي عم نعمله وأنا قصلا لو ما فيه دعم الناس ما بقدر ضلني عم بحكي نعم هذا الواقع يعني قد ما فيه كمية دعم هيدا اللي بخليني قوية ومستمرة إيه لو ما فيش هالدعم أنا كنت كنت نسحبت طب سؤالك للشي بس شو طموحش هذا يعني وين عبالك توصلي عبالك توصلي عبالك توصلي على النيابة ما بعرف عبالك تكوني ناشطة أكتر من هيك يعني أو عبالك تكوني فنانة يوصل صوتك لكل العالم توصل صوت لبنان من خلال كوميديا يعني شو طموحك أنا بأمل بالمقاومة الفردية يعني المجموعات كلها يعني أنا فات بمجموعات وبشوف كيف بيتعاملوا كل هول ما أبقى من لا بمجموعات ولا يعني ما أبقى من لنفسه أكيد هيدا جزء من العمل السياسي اللي كان لازم يكون موجود بس أنا مستحيل فوت على النيابة لأنه أنا ما بدي أتنازل أنت تتفوت على المجلس النوات يعني السور اللي وصلوا للنيابة هلأ تنازلوا بمحلات أكيد صار في تنازلات لأنه هذا العمل السياسي للأسف يعني بس أنا مشانا هيك ما بفوت أنا بفضل المقاومة الفردية أنا بعتبر اللي عم بعمله مقاومة فردية نعم من خلال الكوميديا وأنا كمان بعتبر أكبر جزء للتغيير هو الشارع الشارع والأنا الكوميديا اللي عم بعملها بس ما بفوتش عني يا بلأه هدفنا ضلنا عم نحكي ونوجقه هون وفي ناس عم تشتغل بعدة مجالات يعني فيه ناس اللي عم يلحقوا كل قانون عم يطلع فيه ناس اللي عم عم بشوفوا الخطط الاقتصادية اللي عم يعملوا القرارات للمودعين شو عم يعملوا بالضبط ففي ناس ففي محاربين يعني مقاومين فعلا هن هيدا مقاومين عم بوجهوا هيدا السلطات بعدة محلات نعم وأنا بعتبر اليوم أنا أنا كفرد بهالمجتمع أنا عم بعمل اللي عليها أنا أنا بديش اسكت وهم بعملها من خلال بلاتفورم الكوميديا نعم كل واحد منا لازم بما كانوا يعمل اللي عليه وما يسكت وانت استقبلتين اليوم انت عملت اللي عليك كمان هيدا مقاومة فردية كمان شاعدين فقيهة أهلا وسهلا فيك يعني مشوف حالنا فيك بتفشيلنا خلقنا مهضومة كتير ومكملين باقين وصندين صندين رغم كل المضايقات والمليون وثمانمية لازم كلنا ندفع لأنه بتضحكينا بتصلينا نشارك معيك شكرا لأليك إن شاء الله أسبوعك بك ونحلوك ونحن حدك ومايك وكلنا سوا هيك لنوصل شنهار نحقق وطن منحلم فيه أنا بدي أودعكم لليوم زملائي بلقوكم بكرة وأنا برجع بلقيكم التنين المقبل حتى نرجع نلتقي إلى اللقاء